السلام عليكم الكثير من الناس يقلبون على منتجات لتساعدهم على شعر شعر يكتاف شعر يكتاف وزيت الفلفل زيت الفلفل ستجد في الصيدليات منتج في الصيدليات فهذا يعني أنه منتج لصنع الدكتور أو الدكتورة خضع الدراسات لتحط في الصيدليات منتج في الصيدليات هو عبار على زيت الفلفل مخلط مع الزيتر ومخلط مع عشبة أخرى لتسمى بعشبة راس الحمامة الفلفل تجمع مع الزيتر ومع هذه العشبة يخفف ساقط الشعر ويساعد على شعر إغطاب وممكن يساعد على شعر يزيد إطوال والناس الذين قارين على المواد الغذائية سيعرفون أن الفلفل يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويحتوي على نسبة مهمة من مادة السيليكون السيليكون الصناعي هذه المواد الحديد ومع السيليكون الطبيعي يساعد على الجرح الحديد ليساعد مهلاح ويساعد أن الشعر يطوال بالإضافة تم تلقائل والسيليكون لم يتوقع الذي يحضر بالفلفل بسبب الحديد وهو السيليكون الطبيعي سيليكون الصناعي تقول المشيات و سيطلد ، توجد مانا في أي سيدة و سيطلد أي صندوق هذه شعر لا يحتاج فقط المكملة الغذائية لكي تشربه مثلاً لكمبيماناتي ولكن شعر لا يستطيع التغذيش من برا لا تستطيع التغذيش من برا الشعر يريد انه تهتم به من برا وتهتم به من الدخل تكوني كتاكل لذلك شلي يحتاج الشعر وفي نفس الوقت تستعملي الشعر وتبعدي عليه المواد الكيميائية سباير المواد المرات الشعر السيشوار تبعدي عليه الشامبون مثلاً سيليكون سابون فينوكزيتانول الشامبون البرابين السلفات لا تستطيع التغذيش لا تستطيع التغذيش لا تستطيع التغذيش السبب الرائسي في هذا الساقط الشعر والسبب الرائسي في أن الشعر لا يستطيع التغذيس بسرعة لا يستطيع التغذيش لأنه يمكنك أن يكون لديك نقص في احد العناصر لا يستطيع التغذيش لا يستطيع التغذيش نقص غيف واحد من هذا الشعر لا يحتاج للحديد أو للفيتامين ببعده ويحتاج للعناصر بربعة ويكون الزنك ويكون الفيتامين بي ويكون الحديد ويكون البروتين بشعر يكتف ويكون لديكم نقص في كل شيء ويكون لديكم نقص فيهم بربعة أول منتج الزوين بالنسبة لتساقط الشعر ويخفف من تساقط الشعر ويطور الشعر هو لسبيرويلين هذا سبيرويلين ستجدها في أي صيدة اللي يمشي توليها لماذا هذه تخفف من تساقط الشعر سبيرويلين تميز بأنها غنية جدا بالحديد وفيها أيضا حتى البروتين فيها نسبة عالية من البروتين ونسبة عالية من الحديد ويساعدون الناس الذين يديرون رياضة كمال الأجساب ويريدون تدخيب العضلات لكي يكبرون العضلات لهم حيث فيها نسبة عالية من البروتين والحديد لكي يساعد على تدخيب العضلات ويساعد حتى لانرشعر ريطوات ويبقى اتساقط الناس الذين يقولون أنها لا تزيد الوزن بالعكس تزيد في الوزن لماذا؟ لأنه من العضلات يكبره من العضلات أو الكتلة العضلية ديال الشخص كتكبر؟ أكيد الوزن دياله أيضا كتزاد هذه مسألية طبيعية وكتزيد في الوزن بشكل صحي لأنه ليس تزيد الشحوم هي تزيد لك الكتلة العضلية أولا فوركابيل فوركابيل أيضا فيه فيتامينات لكي تساعد على أن الشعر يتوال ويكتاف والتساقط يحبس فيه السيستين والميتيونين والبيوتين والبيتامين ب والمراكب البيتامين دي والزينك الذي يحتاجه الشعر أولا ممكن تستخدموا خميرة الشعر بالسيلينيوم أيضا فيها نفس المواد ولكن هي زيد فيها البيتامين ا وزيد فيها السيلينيوم هذه التائرة تلقوها في السلافارماسي كلهم عبارة على مكملات عدائية التي تساعد على أن الشعر يتوال ويكتاف إذا الشخص عندنا نقص وفي هذا الشخص وفي وفي حالة افضل الشخص لا توجد نقص فيها كامل من فيها مثلا معرفة الحديد أو زينك أو البروتين أو المكتاب تتعرف ويقول لك ها في كين عندك النقص وفي الحديد وفي البيتامين بي وليس يجب أن يكون لديك النقص لأنه لا يكون سبب رئيسي في تسقط الشعر هو نقص في الفيتامينات يستطيع حتيلك أصابة أو مشاكل نفسية المهم إذا لديك نقص في الحديد سيعطيك مكملات غذائية فيها الحديد المدعومة بالفيتامين بي نفل وهو حمض الفوليك لأن الجسم إذا كان فيه نقص في حمض الفوليك لا يستطيع أن يتم تصص الحديد بشكل كامل إذا كان لديك نقص في الحديد وكان يكون عدده وكان يكون لديك نقص في الحديد ولكن لديك نقص في الفيتامين بي تسعود وكان الجسم لا يستطيع استطيع أن يكون بالتصص الحديد فيتامين بيت سعود بالنسبة للمشكلة النقص الحديد لا يوجد فيتوفير بيناف لأنه يوجد فيتوفير بيناف لأنه يوجد فيغان فاق لكن أيضاً ما تكن بينافق تنظيم جميل لتناسب الفقال وذلك تكون الأمور بشكل أكثر في نصف قليلاً أيضاً بينافق تنظيم جميع تنظيم أن أفضل تنظيم أنظر تش нормات اشتركوا في القناة